مركز الشرق للبحوث الدكتور سمير التقي دكتور سمير أهلاً وسهلاً بك بداية إذا ما أردنا أن نستعرض مجمل التداعيات بما فيها الآن الموقف الأمريكي من الهجمات الحوثية المستمرة في البحر الأحمر على السفن التجارية بما يتعلق باغتيال العاروري والموقف الأمريكي الآن من هذا التداعي أولاً سيدتي أتشرف بك وبجمهوركم الكريم أعتقد بأن ما يجري الآن هو محاولة أمريكية لضبط الوضع من وجهة نظر منع انتشار الصراع بشكل واسع سواء في العراق أو في لبنان وأيضاً في هذا المجال تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن سمت قوى داخل إسرائيل وسمت قوى أقليمية أيضاً ترغب في توسيع نطاق الصراع ولكن دون أن يصل إلى مجابهة مباشرة بين إيران والولايات المتحدة إذن هي قضية تحريك الأزرع وفتح الساحات بحيث أنه يمكن خلق وضع جديد يمكن أن يغير البنية التحالفات الاستراتيجية في الأقليم فيما يتعلق بالحوسي في اعتقادي الولايات المتحدة سعت لفترة طويلة منذ أكثر من ستة سنوات تسعة لكي تدفع بدول الغربية لتشكيل تحالف إقليمي يمكن أن يقف في وجه محاولات الصين وروسيا لبناء قواعد لها سواء في السودان أو في جيبوتي خاصة في البحر الأحمر وباعتقادي أن ما تم الآن هو أن مجلس الأمن في جلسته الأخيرة عمليا أعطى الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين نوعا من الغطاء القانوني فيما يتعلق بالرد على الحوسيين وبالتالي أعطى غطاء قانونيا لهذا التحالف الذي توسعه الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول أن تدعمه زيادة عن اللزوم بمعنى أنها تريد أن تشترك به أكثر ما يمكن من الدول التي لها مصلحة في حماية هذا الممر وبشكل خاص الدول الأوروبية والهند وأيضا اليابان وبالتالي كل الدول التي لها مصلحة في هذا الممر البحري تحاول أن تجمعها الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بلعب دور كبير لكي تترك المجال لتشكل هذا الحلف البحري والذي يمكن أن ينتقل في فرصة ليست بعيدة إلى مرحلة توجيه ضربات مباشرة لمواقع أطلاق الصواريخ لن تكون هناك لا تحركات برية عسكرية ولن تكون هناك أي محاولات لتغيير موازين القوى والضربات ستكون الهدف منها الردى الشديد في اعتقاده أصبحنا نقترب من الموضوع والدليل هو أن اجتماعات مجلس الأمن الأخيرة تهدف لإعطاء نوع من الترخيص لتوجيه هذه الضربات نعم أيضا دكتور سمير هذا التحالف إلى أي مدى ترى بأنه سيصطدم الآن بتداعيات اغتيال العروري مع تهديدات طبعا جماعة الحوثي بشن مزيد من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر كطرف داعم لغزة في حرب إسرائيل المفتوحة معها أيدتي أجب أن ندرك بأن الصواريخ الحوثي بالنسبة للوضع العسكري الراهن في العالم والقدرات العسكرية الغربية هي ألعاب نارية في الحقيقة الولايات المتحدة إذا عدنا للتاريخ سبق أن مررت أو سمحت لإيران في ما بين عام 1986-1988 بأن تقوم بالهجود تنفيذ هجمات على أكثر من 200 سفينة ناقلة نفط ولكن في ليلة محددة بعد مضي سنتين قامت البحرية الأمريكية بعملية عسكرية استغرقت 12 ساعة صف أنهد فيها نصف البحرية الإيرانية أقصد بذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية لو أرادت توجيه ضربة حاسمة تستطيع ذلك هذا واضح تماماً وهي بذلك أخذت نوع من الموافقة الدولية على توجيه ضربات عنيفة للحوسيين ولذلك أعتقد بأن القضية الرئيسية المعيار الرئيسي هو أنه حينما تبدأ هذه الأعمال تؤثر على أسعار البضائع وتؤثر على سلامة مرور التجارة العالمية وسلاسل التموين فاعتقادي عندها أوروبا ذاتها ستكون حريصة على أن لا تستمر هذه العملية وفي حال عند إذن ستقوم بضربات رئيسية لمصادر الإيران فاعتقادي لن يستمر هذا الوضع كما حصل مع إيران في السمانين طيب سؤال يطرح أيضاً دكتور سمير يعني ما الذي يمنع الولايات المتحدة الآن من توجيه ضربة حاسمة لجماعة الحوثي خاصة وأن تطورات الأوضاع في ظل أيضاً يعني اغتيال صالح العروري في بيروت وفي معقل حزب الله أصبع يوسع لربما احتمالات الحرب أكثر من أي مرحلة سابقة يجب أن نميز بين توسع الحرب باتجاه لبنان وهو أمر له حساباته المستقلة وبين قضية الحوسين قضية الملايات المتحدة الأمريكية تدعم عمليات القتل المستهدف الذي تقوم به إسرائيل ضد القيادات الفلسطينية وخاصة حماس وذلك يتضح تماماً من البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية والذي قالت فيه حول أن إسرائيل ستقوم في المستقبل أيضاً باستكمال هذه العملية هذا الشيء وشيء آخر الموضوع الحوسي الموضوع الحوسي متعلق بأن هناك مفاوضات تجري بين المملكة العربية السعودية في سلطنت عمان والحوسيين والقيادات الحوسية ليست كلها بذات المزاج السياسي الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعطي نوع من الأمل لاحتمال نجاح مفاوضات السلام اليمنية ولكن في كل الأحوال إذا استمرت عمليات تهديد ملاحة في مضيق باب المندب فليس لدي شك بأن القوات البحرية الغربية وبما فيها القوات الأمريكية ستقوم بتوجيه ضربات محددة ولن تكون هذه عملية مكلفة نعم الولايات المتحدة أيضاً قالت بأن الحوسيين سيتحملون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح وتهديد الاقتصاد العالمي وتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية في البحر الأحمر وهنا نتساءل فيما يخص مسألة أيضاً المفاوضات يعني بين المملكة العربية السعودية وإجماعة الحوثي هل من الممكن أن تفتح الولايات المتحدة مساراً من شكل أو بشكل معين مع السعودية من أجل ربما الوصول إلى تهديئة ترضي مثلاً الولايات المتحدة لا شك أن المسار قائم يعني وتلعب الولايات المتحدة الأمريكية دور رئيسي في هذه المفاوضات وهي تحاول شق الحوسيين والتمييز بينهم بين أنصار الله الذين يعملياً يعملون بتعليمات إيرانية وبين الجمهور العام والقيادات العام للحوسيين والتي هي بالأصل إحدى القبائل الحاكمة في اليمن وبالتالي هي عنصر رئيسي من مكون رئيسي من مكونات شعب اليمني هذا التمييز هو الذي تحاول الولايات المتحدة التمسك به حتى الآن بمعنى أن التصور أن القيادات العسكرية اليمنية بقدراتها العسكرية المحدودة جداً وهي تستعمل صواريخ يجب أن ندرك هي صواريخ من الخمسينات من القرن الماضي وهي من نوع بسيط جداً جداً يعني لا يمكن أن يعول عليها عسكرياً ولكن تجاه البحرية المدنية لا شك أنها يمكن أن تؤثر لذلك أعتقد أن الصبر الذي تقوم به الولايات المتحدة له أهدف سياسي هذا الهدف السياسي يعود إلى محاولتها لعدم أفشال المفاوضات الجارية من جهة في الولايات في مسقط ولكن بالمقابل عزل العناصر التي يمكن أن تكون متأسرة أو تقاد وتعمل كأزرع لإيران فيما يتعلق بمحاولة قطعة التجارة العالمية في المضيح باب المندب بالتوازي مع الخيار الدبلوماسي ما هي الخيارات الممكنة الآن في تعاطي الولايات المتحدة؟ لربما في توجيه مزيد من الضربات لجماعة الحوثي بحال استمرت في هجماتها يعني الضربات ستكون أعتقد بأن الولايات المتحدة لن تقوم بذلك منفردة وهي على الأغلب بسبب سلوكها لو لا توجه ضربات هي بمفردية لا كانت قامت بذلك ولكن هي تريد أن تحصل على نوع من الغطاء الدولي ومن المشاركة الدولية حين تقوم الولايات المتحدة بأي عمل عسكري في الإقليم يتحاول أن تجلب عدد من الدول الغربية والقوى الدولية للمشاركة وتحمل المسؤولية إلى جانبها كما فعلت حين دخلت إلى العراق وهذا يعني مفهوم تماماً لذلك أتوقع بأنها يمكن أن توجه ضربات هذه الضربات ستكون كافية بأعتقد لتخلق نوع من الردع لأن هناك فرق هائل في القدرات العسكرية بين الطرفين في فرق هائل للقدرات العسكرية بين الطرفين ولكن لا يمكن إغفال الآن بما تقوم به جماعة الحوثي من خلال هذه الجماعة بأنها أصبحت قوة مؤثرة أو مخيفة نوعاً ما في البحر الأحمر أو في مضيق باب المندب ما الذي تخشاه الولايات المتحدة الآن من توسيع جماعة الحوثي لهجماتها في الأيام المقبلة؟ سيدتي يعني لا يوجد شيء يخيف حين يتعلق حين يقوم العسكريون بالصدام مع بعضهم وليس من القوى العسكرية أن تهاجم مجموعات مسلحة بسفن مدنية غير مسلحة حين يكون الخوف لا ينشأ من هجوم مجموعات مسلحة بقوارب صغيرة على ناقلات نفط قيمتها بملايين دولارات عندها في اعتقادي الولايات المتحدة لديها القدرة ولديها الإمكانية كما فعلت كما قلت مع إيران في ليلة واحدة أنهد حوالي نصف البحرية الإيرانية فكيف الأمر بالنسبة للحوسيين الذين لا يملكون سوى مجموعات من الصواريخ التي زودتهم بها إيران وقدراتهم العسكرية محدودة إلى أبعد الحدود والدليل هو الأسلحة التي يستعملونها يعني هي الصواريخ كما قلت قديمة الدرونات هي من أنواع بسيطة جدا يعني لا تشابه في شيء حتى الدرونات المتطورة التي تستعمل الآن في أوكراينيا وهي بحد ذاتها تعتبر متخلفة لذلك أعتقد الحوسيون ربما يحاولون أن يكسبوا نوع من الشعبية ولكن عمليا كما قلت الولايات المتحدة تحملت لأكثر من سنتين محاولات إيران مضع الألغام في الخليج العربي لفترة طويلة وانتهت العملية بضربات ولكن بعد أن تأثرت حوالي 200 ناقلة نفط في الفترة ما بين 86-88 ولكن دكتور سمير ما كانت جماعة الحوثي لتقوم بهذه الهجمات لو لا استنادها على المنظومة العسكرية أو الموقف الإيراني أو الدعم الإيراني بشكل صح ما الذي سيمليه الآن؟ هناك ثقة بأن إيران لن تدخل الحرب مهما حصل إذن ما الذي سيمليه ذلك دكتور سمير على الولايات المتحدة لجهة تعاطيها مع إيران؟ أعتقد الشيء الرئيسي الذي حصل بين إيران والمولايات المتحدة الأمريكية بعد السابع من أكتوبر وأنه في الماضي كانت هناك توافقات سواء بين حماس وبين إسرائيل أو بين إسرائيل وحزب الله أو بين إسرائيل والقوات الإيرانية الموجودة في سوريا كل هذه التوافقات كانت تتم عبر وساطات إما روسية أو وساطات أخرى أدت إلى حالة التوافق الآن بعد السابع من أكتوبر في رأيي أنا جرى الشرق ليس فقط في رأيي وإنما بكل الاستنتاجات التي يمكن نستشهى من الدراسات التي تجري هنا أعمليا أقول بأن السقة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل يمكن أن يعتمدوا على هذه الصفقات التي كانت تجري مع إيران ما يسمى بقصة العشب في اعتقادي قد انتهت بمعنى أنه لن تمنح إيران بعد الآن ميزة أن تحتفظ بقواتها على سبيل المثال الآن في لبنان هناك نية إسرائيلية وأمريكية واضحة بتغيير الوضع في جنوب لبنان ليس فقط في شمال الليطاني وأما فيما يتعلق بمجمل بقاء سكين حزب الله في رقبة إسرائيل في رأيينا أصبح غير مقبول لإسرائيل وأمريكا بمعنى أن ستحاول إسرائيل تغيير ذلك بأشكال مختلفة بالتعاون مع الولايات المتحدة بمعنى أن الاتفاقات مع إيران بشكل عام لم تعد موضع سقة يبنى عليها استقرارا استراتيجيا طويل الأمن في العلاقات بين الغرب وبين إيران نعم على ذكر العلاقات الآن واشنطن دعت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك ضد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ما الذي من الممكن أن يقوم به المجلس أو مجلس الأمن الدولي على سبيل دعم واشنطن في هذه المساعي وكيف ستتأثر الآن شكل مسارات الهجمات الحوثية في البحر الأحمر باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يعني في اعتقادي واشنطن فقط تحتاج للغطاء الدولي يعني تحتاج فقط لتبرير للضربات التي يمكن أن يقوم بها التحالف إذا انتبهنا في البداية لم تنخلط عدد من الدول الأوروبية في هذا التحالف إلى أن جرى هذا الاجتماع الذي أمن موضوعيا غطاء دوليا للضربات اللاحقة ولذلك في اعتقادي أن ما يمكن أن تستفيد من المتحدة الأمريكية من هذا الاجتماع لمجلس الأمن ومن دور مجلس الأمن هو الغطاء القانوني كما فعلت حين ضربت في البوسنة هرزوغوفينا أو في مناطق أخرى من العالم أيضا حصلت على موافقة ثم ذهبت ونفزت خطتها السياسية الآن يجري شيء مشابه إلى حد بعيد لكن مجلس الأمن لا يمكن أن يقوم بأكثر مما قام به أكثر من أن يقول بأن هذه أعمال قرصنة وأنها أعمال منافية للقانون الدولي الارتباط بين الحوسي وغزة في اعتقادي هو ارتباط واهي بمعنى أنه ليس هناك ارتباط استراتيجي يعني لا يمكن للحوسي أن يشكل دعما لغزة وللفلسطينيين ولا يمكن للفلسطينيين من جهة أخرى أن يؤمنوا أي دعم مقابل للحوسيين لذلك التأثير المتبادل هو ضعيف جدا جدا وغير ملموس عمليا من حيث تأثيره المباشر على موازين القوى نحن نتحدث هنا ليس عن قانون دولي وليس عن حق وباطل وإنما نتحدث عن موازين قوى استراتيجية وديبلوماسية كل شكرا عن ضمامك معنا من واشنطن رئيس مركز الشرق للبحوث دكتور سمير التقي شكرا جزيلا لك دكتور دعت حماس لمنع تلك